عذور جعلت تتحية أنا ودي أسمع منك كلمة قبل أن يروح أبداح أنا بس أبا أنصح أخوان نصيحة بسيطة نصيحة لا تخلوني الشيطان يدخل بينك وبين أخوك يكبر الفجو على خلافات بسيطة أبو مفلح كان بالنسبة لي أكثر من أخ أبو مفلح كان بالنسبة لي أكثر من أخ وامتدت القطيع على الخمس سنوات الآن كان مثل الجبل على صدري والحمد لله اليوم طاح الحطب وأنزاح الهم الحمد لله فنصيحة نصيحة أكيد في أحد منكم عنده أخ عزيز وغالي في قطيعة معه نصيحة لا يلعب إليك الشيطان نصيحة خلك أنت المبادر يا سلام نصيحة خلك أنت المبادر بيض الله يجب عبد العزيز موجه ما بيصرت هذا مكانك الله يحييك يبداح بيض الله وجهك وكرا لا يعتذاري وأرجوك ترى غالي علي جعلني مع دمك بيض الله وجهك وإلى الله يستهل تحية لا هو ولا عبد العزيز بيض الله وجهك 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 طيب يا إخواني وخواتي أنا أتوقع أنه ما يحتاج نزيد الكلام لأنه اللي صار يغني عن ألف كلمة يا إخواني خلافات تحصل سوء الضد يصير ويحدث ويحضر والشيطان حريص أنه يكبر الفجوة ويزيدها اليوم الحمد لله أبداح ما ودي تبعد تكفى من هو ذا؟ أدرة فين أدرة فين لا تبعد مرة تكفى جعلك تسلم فيأخواني هذه الرسالة توقع أعمق من ألف رسالة فخلونا هذه تغني عن الكلام المتوقع اللي كنت بقوله لكن والله العظيم إنها رسالة كبيرة وعظيمة منك عبد العزيز أرميح ونعم مليون وابداح ويضع الله وجهه ركز معي نواف يجعلك تسلم أحمد ربك مبنت اللي طلعت نواف مشاكلك واجب أمزحو عكو أمزحو عكو الله يبي يضوج جيكم يا شباب طيب أعطونا أنا كذا ودي نقفل الموضوع لأنه أتوقع الحدث يكفي أخوان ف أبأقول لكم على شي في هذه الحملة تحديدا اللي سميناها إيش ها؟ يا كل شي يا كل شي ها؟ ها؟ نسميه طاح الحطب طاح الحطب طاح الحطب مع أبو مذلح حملة طاح الحطب وطيح الحطب طيب سألنا جمهوركم يا أخواني سؤال بسيط وبعده بناخذ ختام التجشين حق طاهر وتركي ترجمة نانسي قنقر